نفل ممثل السوري زهير رمضاني نفل ممثل السوري زهير رمضاني اللي نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مغادرته دمشق وتوجهه للإقامة ببيروت من ناحية تانية أكد صاحب شخصية أبو جودت أنه مستمر بالجزئين العاشر والحضاعش من مسلسل باب الحارة وقال أنه العمل بعضه محتفظ بجماهيريته بكل سوريا والوطن العربي أعلنت صحيفة لوباريزيان أنه الشرطة الفرنسية عثرت على جثة المغني الفرنسي الجزائري رشيد طهى بشقته ببيريز وأشارت الشرطة إلى أنه توفى مستلاته بعد إصابته بنوبة قلبية هو ونايم نذكر أنه الراحل كان واحد من أشهر مغني راك بثمانينات وعنده عدة أغاني باللغتين الفرنسية والعربية أشهر أغنيات يا رايح وين مسافر بعد ما كشفت الإعلامية الكويتي حليمة بولند عن الهدية الثمينية اللي تلاقتها وأعلنت أنه حق 3 مليين ريال سعودي دخلت الشرطة السعودية وأجرت تحقيقات بالموضوع خصوصا بعد ما لمحت أنه مصدر الرسالة جهة رسمية وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه توقف الأشخاص ورها الهدية وهن عبدالله صالح حمد المطيري سعودي نظير نبيه هاني لبناني وامتين أحمد هندي اعتقلت السلطات بمدينة مراكش ملكة جمال المغرب نهيلة أملقي بعد تسببها بوفاة شابين مشردين بعد ما صدمتهم بسيارتها وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش محاسبتها خصوصا بعد ما عرفوا أنه كانت تحت تأثير الكحول وسيئة بسرعة كبيرة أفادت صحيفة The Mirror لبريطانية أنه زوجة الأمير تشارلز كاميلا باركر بولز جربت بعد كايت ميدلتن عن الأمير وليام وطالبت من الأمير تشارلز أنه يأمر ابنه بالإنفصال عن ميدلتن وكانت توصفها بالفتاة الريفية وكشفت أنه العلاقة متوترة بين الأمير تشارلز وابنه الكبير خصوصا أنه الأمير تشارلز مزعوج من نتيجة استطلاعات الرأي يلي بيّنت أنه البريطانيين بفضله يتولى الأمير وليام وزوجته الحكم بدلا منه ومن كاميلا باركر لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكريب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على إجراء سيصلكم نوتيكيشنز بكل الفيديوز الجديد وتابعونا يوميا بمجاز بيقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكن اشتركوا في القناة